السلام عليكم اليوم حبيت نتكلم وبالمناسبة راني مكشوف يعني بوجه مفتوح وحبيت نتكلم عن موضوع استيراد القمح بشتاء نوعي وخاصة بنوعيها الصلب والليين حيث ان بعد بحوت يعني وبعد الدراسات اللي قمت بها لاحظة باللي يعني احنا في بلادنا انتجنا يعني كمية كبيرة من هذه المواد وقادرين يعني ندخلو في الاكتفاء الداتي لو كان ايرادة هي هي من قضية قضية ايرادة سياسية وقضية اه فيها الشطر كبير خلينا نقولوها بكل صراحة قضية فساد 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 كان بعض الناس اه يعني السمحة ومن الله ما يخلوش هاد الشعب هذه تعال انتاج تعال حوبه جزائر تتطور رغم الامكانيات يعني عندنا امكانيات طبيعية اولة كبيرة جدا وكذلك اه يعني العنصر الهام في اله في انتاج الحبوب هو الماء في اله يعني الماضي كانت المساحات المزروعة باللقم احدا تكتافيها الشمال وبعض المناطق في الهضاب العليا لكن اه في العشرة وخمى عشرة سنوات الاخيرة مساحات المزروعة باللقم امتدت الى مناطق صحراوية خلينا نقولوه صحراوية اه منها في اه 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 اذه pushing that to your height try to minealu واي عني في الالليا يعني في المنيعة e يوجد مع اول مسمحات شاسعة و медخلو يدخلك يعني المساحات كانت موجودة فا في . stops working with you وهذه اصبحت اه قابلة لايستغلال بفضل تطور وسائل سورا اف meas استخلاج الماء. لأن الآن الآبار المال في هذه المناطق لأننا نعرف الفلاحة على زراعة القمح ما لازمش تكون بالأمطار لازم تكون منابع تامة نتحكم فيها باش نتحكمه في الانتاج تعال القمح. نبقاش نبقى لازم تكون عندنا خزانة تعلمة ونكون قابلة للري بطيب صفة منتظمة وهذا ما قدر يتحقق إلا ما نقدرش نتحققه بال بالأمطار لازم نتحققه بالخزانات الباطنية تع الماء وهذا ما تحقق يعني في العوام الأخيرة بالنسبة للمساحات الصحراوية لأن في الصحراء ما نقدرش نتكلع على الماء لكن يقدر نتكلع على المياه الباطنية حتى في الشمال يعني من ناحية السودود السودود حتى في السودود ما نقدرش نتحكم في المنسوب بتاعها لكن بما يخص فيما يخص الآبار في الأعوام الأخيرة هذه تمت تطوير تقنية استخراج المياه لأن الماء في الصحراء يوجد على ماذا المياه لربعمائة متر وهذا الماء ينتمي لل سقناب الألبيان الألبيان هذه المياه هذه المياه عندها قرون آلاف آلاف سيني وهي تحت الأرض وتتواجد بكمية يعني كبيرة جدا وفي الأعوام الأخيرة قدرنا يعني خواص شركات خواص يقدروا يوصلوا إلى تلتا لاب تلتا لتلتمية أربعمائة متر تحت الأرض لكي يستخراج هذه المياه الماضي كانت الوسائل هذه تحت الاستخراج كانت عند آل جي بي سريكة تنقيب الآبار التابعة لسوناتراك كانت هذه التقنية تحت الاستخراج يعني الموضي إلى تلتمية أربعمائة متر كانت غير في ميدان البحث عن البترول لكن الآن هذه التقنيات نتعى الآبار نتعى تلتمية أربعمائة متر نقدر نستعملها في البحث عن المياه واستخراج المياه إذن كتطورت التقنية تاستخراج المياه عادة تتوفر المياه في المحيطات الزراعية هذا يعني التربة كانت مهيئة تنتظر طاقة لاستعمال استخراج المياه لازم الطاقة الكهربائية والآن يعني إلى توفرت الطاقة الكهربائية الماء يوجد بكمية معتبارة ونقدرنا مضيف المستصلاحات الزراعية في صحراء وهذه جابت نتائج كبيرة في أضرار في منيعة في غردايا في أماكن أخرى بالنسبة لمنتوجات أخرى يعني المصلصة الزراعية عادت موجودة بمساحات كبيرة وهذا أدى إلى إنتاج كبير في قضية الزراعة في قضية إنتاج القمح لكن وجود فئة من المصدرين على القمح والخلاطين في ميدان التوزيع والسطوكاش يعني تخزين هذا الفئة ما خلاتش الإنتاج هاته ينطلق ما خلاتش هذه الشعبة بتاع القمح نتأخذ حقها من التنمية وتنمي يعني كل الشعبة بكل فروعها وأنا خدمت لقضية التصدير عن القمح أنا عملت في ماماضة في شركة واسمها باطي ميتال والشركة هذه كانت تنتج كانت كنا نبني لسيلو مخازن تاع القمح حيث أنه تقرر الدولة قررت بنا 30 سيلو على منتشرة على 30 ولايال بأحجام يعني يعني منتاع القمح يعني كانت تكون عندنا كمية نقدر نخزن كمية كبيرة من القمح وهدلي سيلو كنا شركة تعنا باطي ميتال كانت دير الشراكة مع الإيطاليين درنا شركة مختلطة جسائرية إيطالية واسمها باطي سيلو وهذه باطي سيلو وهذه تخدم بشوف يعني تكون نلحقه للمستوى الفساد اللي لحقت عليه لحقنا له في البلاد هذه كانت عندنا هنا خلقنا شركة اسمها باطي سيلو جسائرية إيطالية لإنشاء هذا اللي سيلو 30 سيلو برنامج تحت 30 سيلو عبر 30 ولاية الشركة الإيطالية تخدم المعدات تجيب المعدات انتاع اللي سيلو والمعدات اللي سيلو هذو يكونوا يتسيروا بطريقة ديجيطال يعني بطريقة أوتوماتيكية وبطريقة علمية كبيرة فيها الانترنت فيها الانترنت وفيها فيها الستستشن نميريك الجسيون نميريك انتاع اللي سيلو والجزائر يعني باتي ميطال تخدم البرتجيني سيفيل بتاع السيلو يعني كل ما هو خرسانة يعني البناء تاع السيلو هذا من ناحية الهندسة المدنية البرتجيني سيفيل لكن المشروع هذا بقى معطل هي اكثر من 15 سنة تم بناء سيلو واحد او تنين وثمانية وعشرين كل واحد يعني عندهم وعدالة نسبة الاشغال فيهم متفاوتة لكن فيه تعطيل رسمي مشروع معطل على لان المفسدين كانوا عندما يشيروا القمح في الدول في اوروبا هذا القمح يديروا الستوكاش دياله في اوروبا كي ترح انتا كي ترح تشيري القمح من اوروبا من الشي كي ما ترح تشيري الخبز ولا ترح تشيري البطاطا شد مد هاكدر هم ما عطيني البطاطا ترباح دير فصاك و رح للدال اشي هكذا كي ترح تصدر القمح يقول لك ترح تستورد القمح تديرين كوموند و لا كوموند هاديك القمح هاديك كي يوجد لك كمياتها القمح كي توجد لك بعش ترح تجيبها في نهارها البابور ديالك ترح ترفض و تجيه تبقى مستوكيا في مكان ما في البلد المصدر وهديك الفترة تعد تستوكاش تعد تخزين الجزائر تدفع عليها تدفع عليها تدفع الفترة تعد تصدر تعد تستوكاش يتستوكا في البلد المصدر والجزائري الفاشد و يروح يخلص على الستوكاش بهذا السبب يعطلوا الإمكانية تخزين هنا في الزائر يعطلوها وهذا الحاصل يعني لو كان الكمية لو كان هذك المخازن تاع الجزائر اللي سيلوا هذو تبناو و اللو شغالين كانت تكون عندنا إمكانية تاع الستوكاش من تاع القمح اللي مدة تلتة أو أربع سنوات وتكون عندنا حتى لو يعني استوردنا القمح تكون عندنا إمكانية للمناورة المناورة و للمناقشة من ناحية الأسعار القمح والكميات لأن عندنا تلتة أو أربع سنوات تاع قمح تاع أوتنومي نقول إحنا أوتنومي لكن ما مراك ما مراك ما مراك ما مراك لاعبات ما همش جزائريين ما يخموش ما عندهمش إخلاص للوطن ولا إخلاص للشعب هذا وهذا القضية تعل الاستيراد انتع القمح وتعطيل المشاريع انتع الإنتاج انتاج تعلقمح في الجزائر وانتع الإمكانية تعلق التخزين انتع القمح في الجزائر هذا التعطيل هذا يعني اتكلمت فيه شرائد من قبل 2016-17 المتفيه وزيد 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 فوق هذا فوق هذا الشيقع يجيك قمح من الخارج فاسد أو قمح مغشوش كما سمعناه في هذه الأيام الأخيرة القمح اللي جامل لتوانيا وإسطنيا أين الأمن الغذائي في الجزائر أين نحن من سياسة حماية منتاع الجزائر منتاع الشعب هذا ما معنى أن نشتري أسلحة بمليارات دولارات ونخلي المصادر تغذية هذا الشعب نخليها معرّضة الغش ولا نراقب ما يدخلوا في بطننا لابد لابد هنا من جناك ريمين باليطة باليطة ياين فوليتي بوين فولونتي يعني كاينة إرادة من ناحية المستوى المركزي كاينة إرادة لكن كاينة طبقة منتاع المفسدين على مستوى الإدارات والوزارات يعني كاينة طبقة لازم 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 تكون إرادة قاوية لكاينة تخلص منها هذه الطبقة المفسدة هذه السوسة المتسوسة هذه وتكون لازم تكون لازم يكون العدل العدالة تلعب دورها ومحاربة الفاسد هذا لازم يكون طريقة صنبيتي لأن الأمور لحقت إلى مستويات لا تقطاق إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم